تعلم يعني على وسائل التواصل الاجتماعي مع مشاهد استلام الصليب الأحمر للمحتجزين الإسرائيليين كان هناك بعض الكلام يدخل في نطاق نظرية المؤامرة ومحاولة اتهام الصليب الأحمر بأنه يلعب دورا غير محايدا لا أعلم إذا اطلعتم على هذه الاتهامات وكيف تردون عليها وكيف تؤكدون حيادية الصليب الأحمر سيد هشام يعني أعتقد أن أكبر دلالة وأكبر دليل لأيادية الصليب الأحمر هو كسب الثقة من جميع الأطراف بما فيها طرفي النزاع وهذا يدعم نظرية أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر وسيط إنساني محايد يحظى بثقة الجميع اللجنة الدولية للصليب الأحمر متواجدة بعثتها في إسرائيل والأراضي المحتلة منذ العام 1967 هناك أجيال من العائلات الفلسطينية التي رافقها من دوبوء الصليب الأحمر أثناء توجههم لزيارة ذويهم المعتقلية في السجون الإسرائيلية على مدى عقود من الزمن فالإدعاءات أو الأخبار أو الإشاعات التي امطلقت ونحن نرصدها أيضا باستمرار ولكن لا نضعها تؤثر على مهمتنا الإنسانية الخصوى والأساسية سيد هيشان ممكن تتحملني وأقول الموضوع بشكل مباشر لأنني أنا حاولت أن أراعي طبعا دوركم مهم جدا ومحوري كما ذكرت وكل التحية لفريق الصليب الأحمر نعم بالمناسبة هذا الشخص الذي نتب إليه هذا الفيديو هو مسؤول البعثة التي متشرف على عملية الاستجابة وطوارئ ليس فقط الآن في غزة بل في مختلف أنحاء العالم تلاه تاريخ مشهود في قيادة العديد من العمليات الإنسانية المعقدة التي نجحت ونجم عنها لم تحمل العديد من الأسر حيث كان متواجدا في عدة دول في أوكرانيا في السودان في أثيوبيا وغيرها هذا فقط للتوضيح وأيضا طبعا هذا محض يعني محض أخبار أو صورة سيد هيشام أنا أشكرك على رحبة صدرك طبعا كل التحية لكم فقط أؤكد هذه النقطة من فضلك وأؤكد هذه النقطة هذه الإشاعات أي نعم ليست صحيحة يا إشاعات ولكنها خطيرة لأنها تضع الفرق الإنسانية التي تعمل على الخطوط الأمامية في النزاعات المسلحة لخطر شديد جدا قد يؤدي إلى إفشال مهامها الإنسانية وعدم تمكينها من تأدي دورها بنجاح فنتمنى أن يتم إضاح الأمور واستوضاحها من مصدرها وأنا هذا هو هدفي من سؤالك عن هذه القضية لأنه أنتم الشخص الذي يمكن أن يرد على هذا